اهلا وسهلا بحضر ما بين الموقف الاخلاقي والموقف القانوني بنقع في حيرة شديدة جدا نصور ولا ما نصورش ونشير ولا ما نشيرش طبعا في حدود فاصلة ما بين ان يكون ده عملك كصحفي او تبقى مواطن من شوية عرضنا لحضراتكم الفيديو بتاع المواطن المصري اللي كان في برسعيد واتعرض لمعاملة سيئة جدا ونتيجة نشر الفيديو رئيس الحي جابه واعتظله ورضاه وخلافه قبلها كانت صور نيره المرحوم نيره الله يرحمها اللي تصورت جوه المشرح وكانت صور جارحة ومؤلمة جدا ممرضات تم الحكم عليه ومن قبلها اشياء كتيرة جدا بترفع الموبايل وتصور زي الواقع بتاع الكبري الولد اللي بس البيت في شهر إبريل فضحناه في شهر يناير فهذه النظرة ما بين القانون وما بين الأخلاق وما بين ما يجب الرؤية ايه عشان كده النهاردة في صاحبة الرأي الآخر لها رأي آخر الأستاذة نهاد أبو الأمصان عندها تصورات قانونية أهلا وسهلا حضرتك ومعنا صديقي وصديقنا الكاتب الصحف الكبير رئيس مجلس إدارة ورئيس تحيير اليوم السابع الكاتب الكبير الأستاذ أكرم القصص أهلا وسهلا حضرتك بيبقى عندك مأزق طبعا وعندك تقييمات أخلاقية ومهنية في نشر فيديوهات والصور وخلاف وحنرجع لده بس نسمع الطرح من الأستاذ أنهاد طرح هذا الملف هو الحقيقة قصة التصوير لازم نفرق ما بينه إن إحنا بنصور أماكن عامة يعني واقفة صور الأهرامات واللنيل ده حق مطلق لكل الناس إحنا بنتكلم عن وقاعة إنما فكرة تصوير الناس لازم يبقى بإذنهم وإلا يبقى انتهاك لحرمتهم ولو خصوصيتهم اللي بيحميها الدستور والقانون طيب لما يجي حد يقول أنا بصور جريمة الجريمة ما كانها النيابة العامة يعني لو أنت بالصدفة بتصور لأي سبب وقف في البلكونة بتصور ووقعت في المشهد بتاع الكبري ده حضرتك غيور قوي على الأخلاق العامة حضرتك تروح تعمل بلاغ للنيابة العامة لأن هي بنسميها الحارس على الدعوة الجنائية تمام؟ النيابة هي اللي تقرر تحرك ده ما تحركش ده القانون مدينا أو رسم لنا سكة إن انت لو شايف جريمة القانون الإجراءات الجنية بيقول كل من علم بجريمة يقدر يبلغ كل من علم وإنت بعد في الشارع شفت جريمة زي موضوع إن حد يضرب حد في الشارع لو أنت صورت الواقعة دي على إنك بتصور جريمة مش من حاجة تنشرها على طول تخدها تروح بها للنائب العام الناب العام أو وكيل الناب العام اللي هو وكيل النيابة يعني هو اللي يقرر يعمل فيها إيه؟ تمام تجي نترجم ده يعني خلينا نترجمه بالواقعة بتاعت النهاردة قبل الواقعة بتاعت النهاردة بس هاخد تفصيلة صغيرة خيري في التقديم قال سواء كنت صحفي ده يبقى شغلينها لكن أنا معرفش ده توصيف القانون بيبقى إيه حتى الصحفي حتى الصحفي هل يفرق القانون هنا بين من الشخص اللي صور ونشر ولا لا يفرق؟ لا يفرق القانون ما بين تصوير أشخاص في موضع معين بدون إذنه الصحفي متاح لي أنه يصور شخصيات عامة في مناسبات عامة يعني حضرتك بتصور افتتاح كبري ده حق كصحفي تقابل ما ينفعش شفت حدي بيرمز بالا على كبري وأنا صحفي وحنشره على موقعي أو على تجارتي مش من حق أن أنا صوره أنا أكده بتخلى عن مهنتي وأيس أنت بتصوره علشان تعمل إيه؟ علشان أنشهره لأن هذا وظيفتي دي جريمة بالضبط المعايير المهنية بقى يكلمنا فيها أستاذ أكرم هنرجع لها لكن لكن إنه مثلا الشخص اللي هو كان هي كما سبقت لنا بس قوي إحنا ما كناش عايزين نسبق كده خلي الصحافة لما نروح للأستاذ أكرم أو الحدود لكن خلينا نضرب مثال أنا عند المهاردة وقع واحد في شغله شاف راجل غالبان بلم من الزبالة بلسك وحاجات جي رئيس موظف الحي وخد منه العربية بتاعته وعمل مشكلة وتعامل معه بعنج زقه وشتمه وعمل حاجات كده فراح مصور الفيديو ونزل مين اللي مصوره؟ الراجل اللي كان قاعد في مكتبه المواطن اللي بيشتغل شاف ده فقال لا دي طريقة مش محترمة راح منزله كويس هنا في طرفين طرف الراجل اللي تعرض للإهانة وهو زعل اللي نزل الفيديو وقال له انت كده أحركتين وعمل صعيد قدام أهلي وبعدين رجع شكره لأنه جاب له حقه اتنين حتى الموظف اللي تم تصويره رغم أنه ارتكب خطأا إلا أنه لم يستأذن في التصوير أو لم يعرف أنه هناك تصوير هنا الوضع القانوني إيه؟ من الزويتين تلت زواية مش زويتين أولا الموظف اللي عنف أو اتكلم أو اعترض هل هو عنده صلاحيات أصلا أنه هو يعترض أو يعنف أو يتكلم طبعا فيش حد عنده صلاحيات أن يعنف لكن هل هو عنف صلاحيات أنه ده شغله ماشي دي أول سؤال السؤال التاني أنه الموظف اللي استجاوز حدود شغله بأنه عنف ده مرتكب لجريمة طيب الراجل اللي بيقلب في الزبالة أو بيفرس في الزبالة اللي بيصوره متخيل أنه هو بيخدمه بس الحقيقة هو ما كانش بيخدمه هو كان بيعمل السابق وبيعمل الترند وكاننا أنا على التليفون وقالنا وقالنا وقال رجعت اندمت علشان هو زعل طبعا خليني أقولك على حاجة إحنا مثلا كنا في قضية من القضايا وبحد بينقشنا وعندنا تصريح بالمنائشة فيها ولما تكلمنا على تفاصيل القضية اللي صاحب القضية كان عايزنا نتكلم فيها رجع بعد كده زعل وقال ان احنا طلعنا تفاصيل أزيته في حياته فأحيانا حتى الشخص نفسه زي ما قال الرجل اللي بيقلب في زبا ممكن يبقى مش قيل لأهله ممكن يبقى مش عارف إيه الموضوع هو بيفرز علشان يبيعها بعد كده ممكن مش قيل لهم هو بيشتغل إيه أصلا بالزبط وبالتالي هو ده اللي اسمه انتهاك لحرمة الحياة الخاصة فحضرتك وانت متخيل بنواياك الحسن ان انت بتخدم الناس انت أزيتها فالقانون بيحمي الناس طب لو الرجل ده شايف انه هو كان بيخدم انه شاف في حاجة غلط الموظف ده وشاف انه في حاجة غلط كان لازم يروح يبعثها الرئيس الحي وهنا ده بقى مستوى تاني السؤال اللي انت بتسأل عليها خير هي الناس هتجري على النيابة اه بتجري على النيابة لانك ما عندكش قليات شكوى منضبطة داخل المؤسسات لو انت عندك قليات شكوى منضبطة يعني ايه منضبطة او المحافظة في عندي قسم للشكاوى اروح اديله ده فهيحقق او ان انا بعتوه بالاميل فياخدوه بجدية ايه ايه ان يبقى عندي موقع اوات ساقاب تابع المحافظة او تابع النيابة العامة او تابع الداخلية نقدر نبعت عليه الفيديوهات وتتاخد بجدية مش خدتلك انت لحد النهاردة مازال الناس بتلجأ احيانا في الشكوى للسوشيال ميديا لانها بتشعر انها بتشكل قليل ضغط ده لانه الناس مش حاسة ربما قصور في الاعلام مش في المؤسسات يعني في اعلام المؤسسات مش حاسة بانه لما بتبعت شكوى بتؤخذ بعين الجدية في حين انه وفي بوزء تاني كمان يا استاذة نهاد هي ان انا مش هعرض نفسي اروح النيابة وتحيات وضيع وقت وقت ووقت ولا عارف هيتعامله معي ازاي ولا عارف انا الموضوع انما هو لو عارف ان الحي ده في مكان من الحلول اكيد هنجيه كويس بس يفضل السؤال هل من حق الراجل اللي صور ان هو يصور لأ وهو انتهك حرمة الشخص اللي تعرض للتعنيف تمام واللي عنف واللي عنف ما كانش يجب ان هو يعنف ومرتكب بجريمة انا قلت ان هي ما هي حداحة ينطبق على كل الجرائم مزبوط فهو اخطأ وخطأ كبير ولو هو اودى الفيديو ده كان المحافظ هيحوله للتحقيق مش حقيق بلده وانا كمواطن عادي هقوله والمحافظ هيلاقي وقت علشان يقابلني ويتفرج على الجدل لا مش يقابلني ما احنا هنتكلم على القليل بعد كده اتفضلي معاك الستاذ اكرم يعني حضرتك تاريخ طويل جدا في عالم الصحافة يعني انا هبتدي من الواقع الاخير اللي احنا بالنقشها دلوقتي كصحفي ورجل مسؤول في مؤسسة صحفية لها قيمتها واسمها شفت الموضوع وموضوع النشر الواقع شبه دي وضغط على المسؤولين كان لصالح ولا ضد اتنين انت كبرضو رئيس المؤسسة الصحفية جات لك الواقع دي هتقولها ان شو لا الرجل كان معانا وقال بعد خمس ساعات الرجل اترجاني شلت الفيديو بس كانت نشر على كل مواقع يعني خلينا نقول انه الواقع دي فيها اقوال يمكن الخلاف فيها لكن فيه وقاعة تانية بحسم مش ممكن يتم فيها النشر زي حدثة الواد والبنت على الجزر او نايرا النشر بتكلم في الصحافة احنا بتكلم في جزء الصحافة انا مقدرش افصل الصحافة عن ما يهدور دلوقتي العالم قبل الكاميرا في الموبايل غيره بعد الكاميرا في الموبايل قبل السوشيال ميديا غيره بعد السوشيال ميديا وبالتالي طبيعي الكاميرا يعني ممكن وقعة زي بتاعة التعنيف دي انا اعتقد انه فيه قرار دلوقتي في الدولة انه يبقى فيه كاميرات في الشوارع من حق اي حد يشتيكي ويطلب الكاميرا المحايدة دي مفيش حاجة اسمها كاميرا شريرة وكاميرا طيبة الانسان هو اللي بتبقى شرير او طيب لكن انا هتكلم على الوقائع اللي حصل فيها اللي بتمثل في حد النشر بيمثل جريمة لانه مش كل المواقع الحقيقة نشرت حدثة الولد والبنت دول ولد وبنت الشخص اللي صور ده اولا مش بس انتهك خصية وارتكب جريمة من حيث ايه الهدف هدف اخلاقي الناس انقسمت هنركن الجنب ده ممكن دول بتعنيف بألمين لكن موضوع نيابة ويشوف ايلتهم واسرتهم ووقف البنت ووقف الاسرة انت بتجي جريمة لذلك النيابة اما افرجت عنهم وطلبت الهدف من النشر دي من حيث انت اردت حتى لو الواعز اخلاقي ثم اللي بيعيد النشر بقى ودي القضية اللي انا بتكلم فيها اللي هي انتوش تقدر تمسكيها يعني ماليش دي حالة اللي صور ونشر ده واحد طب كل اللي شاير وعمل لايك او حتى اللي هي ما يصحش وجه حطت الفيديو يا جماعة مش معقول كده وجه حطت الفيديو بعد المنصات او المواقع نشرت ده هرجع لفكرة المهنية لان في الناية انا برجع تاني اقولي انا لو ده ده حديث الناس وده اهتمامهم فانا بركب الترند اه وقعة زي دي اه زي فيديو لو انا هعالجها هقول مش هنشر الفيديو اولا وهقول يا جماعة بتاع الولد البن لا الفيديو الاخير عشان ده في فرق بالتنين بشكل جديد تمام الولد ببنت ده اطلاقا لا هتنشره ولا تنشره ولا نشره ولا اتعامل معاه بالعكس انا اقودين اي مكان نشر هذا الامر لان دي جريمة بمواثيق الشرف بمجلس اعلام بكل حاجة بكل حاجة ولكن خلينا نقول النقاش هنا لا يجب ان يتسع بدرجة اعلى الاحترام لكل الكلام القانوني اللي الاستاذة بتقوله ده ينطبق على الصحافة اللي هي معروفة بترقيص ومجلس اعلى للصحافة وحضرتك صحفي ممكن تلطلح تدني طيب هذا العالم العنكبوتي اللي هو النهاردة موقع عمله وعمل خمسة مليون مشاهدة فيه خمسة مليون شيروت عمل ملايين المشاهدات صحيح يعني الفضيحة حصلت الجريمة حصلت الست والبنت دي ده ارتكاب جريمة في حقها وحق قسرتها وحق المجتمع اللي نشر ده يجب ان يحاسب بالقانون انا مش بقول لعاوزين قوانين جديد على فكرة كل القوانين اللي موجودة تكفي موجودة لكن النقاش المطروح الان مجتمع السوشيال ميديا وهؤلاء الناس اللي شغالين موجودين فيه يجب ان توضع قواعد وعلى فكرة ده مش عندنا بس ده في كل حتة بره لما حد صور انه عامل مسدس تجاه ترامب احنا فاكرين شاب تم ترحيله من الولايات المتحدة وإلغاء قبض فيه في الاتخابات الألمانية فيه شتيمة وحاجات عنصرية تم القبض عليه يعني الفكرة هنا احنا مش بنقول السداء السد دنيا بتدخل في قضية حقوق وحريات طب الواقع الأخيرة أستاذ أكرر الواقع الأخيرة بتاعت الودو البنت لا مش الودو البنت بتاعت بورسعيد اللي احنا بدأنا بها بتاعت بورسعيد دي يمكن اختلاف فيها لكن انا قدر عليكها باني اغطي الصورة واقول يا جماعة في فيديو كذا ويجب ان المسؤولية تحسن يمكن اللجوء لطرق مختلفة يمكن تعامية الفيديو هتفضل خضع الوجهات نظر لكن وجهات نظر لكن فيه حاجات بقى وجهة النظر فيها مفيش اي مبرر لأخلاقي ولا ديني ولا قانوني يسمح لحد ونشر قد وبنت صغيرين وقصرتهم ايه وحتتهم ده بشكل عام ولا قوعد الصحافة كمان نييرة اشرف واللي حصل في الصورة وفي المشرحة بجريمة متكمل وعتقد حكم عليهم حكم عليهم سنتين فيه لو احنا فاكرين في احدى الاحياء الجديدة المدن الجديدة كان ست في بلكونتها وفاكرين حد برضو بوعز اخلاقي انه صورها وحلت ستة اجنبية اه اجنبية اوش اجنبية ده فحيز حرم بيتها في مكان بيتها ممكن في التقييم ده قالت ما فيش حد تشايفني انت لقى تجيب حاجة من البلكونة لكن ده لو احنا فاكرين البنت بتاعت الغربية اللي انتحرت لانه في شباب ماشروا صور مزيفة ليها صحيح وانتحرت فيه قبل كده فيه لا الجرائم كتير بس انا عايز اقف هنا فانا في الصحافة هقدر حكم ده هطبخ موثق الشرف في السوشال ميديا لان الاستاذ اكرم قال عندنا احنا هنا بنطلع العالم قبل الكاميرا غير العالم بعد الكاميرا هل القانون فيه؟ قدرتك حفلة ممكن تبقى في حفلة وحبك في حفلة خاصة مهمة الآن هل القانون قانون العقوبات فيه ما يعاقب على استخدام واستغلال السوشال ميديا في النشر؟ اه طبعا فيه نصوص خاصة ده عندنا قانون خاص بجرائم الانترنت لم يترك شاردة ولا واردة الا لما غطاه طب انا مش شاهم طلب النيابة هنا في حتة طلب التحريات للسؤال عن هدف التصوير والنشر شخص نفسه اول واحد نشر ايوة اذا كانت هي جريمة لوحدها ومعرفة في القانون انا بطلب تحريات للسؤال عن السبب ليه التحريات هنا حاجتين اي تحديد اولا علشان تحدد مين يعني فيه يعني فيه تقنيات بتوصلنا بيعرفوا مين اول واحد ده اول حاجة الحاجة التانية بالسبب في لغتنا القانونية اسمه القصد الجنائي اه يعني ممكن يجي حاجة اه تمام كده كويس يجي يقولك زي اللي صور وقت بورساعدة بتاع النهار والله ده انا ما كانش عندي قصد جنائي بالإيزار ده انا ساعد والراجل يجي له حق ماشي طب النيابة تقتنع او تعتبر ان مجرد النشر هو مشاركة في الفعل الفاضح ده قرار النيابة العامة طبعا بس فقصة التحري عن السبب هو علشان ممكن تصل عقوبته اليه والعقوبة العقوبة بتوصل من غرامة خمسين الف جنيه للحبس ثلاث سنين طيب انت قانون جرائم الانترنت فيها حتى اللي بنسميه مخالفة قيم الاسر يعني المزيعة اللي طلعت هرتل للنهار بكلام ما بقاش مقبول حتى على سبيل الهزار ده مرتكبة لجرائم الانترنت في مخالفة قيم الاسر يعني مجرد انك تطلع تقول كلام عنصري زي ما استاذ اكرم قال كده ده مش بس في المانيا ولا في امريكا انك تقول كلام فيه عنصرية او تفضيل جنس عن جنس او طائفة عن طائفة او كذا قانون العقوبات بيجرم ده طب انت صورت في حفلة لازم نفرع ما بين حفلة عامة وحفلة خاصة يعني حفلة عامة وفرح وبتاع حضرتك بتصور العموم تمام كلنا عارفين انه فيه كاميرات في كل حتة فهنا المعرفة تعني ان ما فيش قصد جنيه وان انا يكون حريص بقى وان انا يكون حريص بقى يعني زمان كان بعض الممثلين اللي بيشربوا مثلا لما يجي بعض الشخصيات مش اه يعني او بعض الشخصيات يعني اللي بيشربوا شخصيات عامة مشيء شخصيات عامة بتشرب فييجي حد يقوله والله انا معجب بحضرتك عايز اتصور معاك فيقوم ايه ركن ايام ما كانت الكاميرا يا استاذ اكرم زي ما حضرتك تفضل دلوقتي لانه ما فيش فواصل واضحة ما بين ان حد مسك كاميرا او بتاع فانت لو في مكان عام لازم تاخد بالك بايه الصورة بتاعتك او الامج اللي عايزه يطلع او ما يطلعش لانه دي مش جريمة راسب عن اي حد هيتصور اي حد هيتصور يا سيدي انا بصور ابني وانت طالع في الخلفية مش كده شخصنا وقاعش ابه كده لكن لو مصورنا انا شخصيا مباشر وانا قاعد بشرب وقاعد بشرب سجاير ده مش جريمة حضرتك شخصية عامة في مكان عام يعني عازمينا على الفطار في رمضان حد شاف الاستاذ خيري ومعجب جدا بالاستاذ خير فلقت الصورة وقال يا سلام ده انا كنت صاهران في الحتة الفلانية وشوفت الاستاذ خير لا ده مش جريمة حضرتك شخصية عامة في مكان عام انما لو حضرتك عامل حفلة فطار صغيرة وحاجز قاعة وقافل على فريق البرنامج ان شاء الله كده لما تعزمنا في رمضان لو حد يصور يبقى مرتكب جريب هنا متطفل حد من خارج المجموعة من خارج المجموعة انا عندي سؤال بقى كلام اللي انت بتقوليه ده خطير جدا او من داخل المجموعة لو انت قلت يا جماعة دي حد الخاصة انا مش هل يصور انا عندي سؤال بقى بسيط كلام انت بتقوليه ده في المنتقى الخطورة لان انت لما تقوليلي طيب انا بس عايزة النقطة بتاعته استاذ اكرم نتحكم فيها ازاي نتحكم فيها بالرادع لما الناس تعرف ان الصورة دي كلفت الممرضات سنتين وفصل من الخدمة وجريمة مخلة بالشرف في صحيفة الحالة الجنائية ده تخوف كل الناس انا عايزة اقولك على حاجة بعض الحاجات اللي بيحصل فيها الشير الفضيع ده اللي احنا متخالين اننا ما بنقدرش نتحكم فيه مجرد ما بنطلع تحذير انها هيتاخد اجراءات قانونية في ناس كتير جدا بتقوم شاي للصور فانت بتقدر ما فيش حاجة اسمها ما قدرش تحكم على فكرة هي دي جزئية ساني واحدة بستاذ اكرم اذا تسمح لي بس لان هي دي جزئية اللي انا عايزة اسألك فيها اذا كانت العقوبات رضاعة بالشكل اللي حضرتك بتقوليه دلوقتي يا استاذا نهاد ان بتبدأ من غرامة 50 الف جنيه وبتوصل للسجن ثلاث سنين ثلاث سنين وخمس سنين مع ظروف مشددة كمان احنا بنكلم في عقوبات رضاعة جدا فبالتالي كل الناس دي بتصور وكل الناس دي بتشير حتى المزيعين اللي انت بتتكلم عليهم دلوق ينتهكوا القواعد كده ومفيش حد خالص بيشوف من الناس اللي بتطبق القواعد اقولك ليه لسببين السبب الاولاني ان الاجراءات القضائية طويلة يعني عقبال ما بتبلغي وبناخد المباحث الانترنت وبناخد النيابة العامة وبتنزل محكمة بتتكلمي عن من 6 شهر لسنة فالناس بتبقى نسي مين اللي بيفتكر اللي ترزع طبص تلاقي صاحب المشكلة اللي ترزع هو اللي عاش فيها هو اللي عاش فيها انما الناس نسي وبالتالي السرعة دي جريمة انا بقول جرائم الانترنت هي جرائم في منطقة الخطورة زي طلقة رصاص هي شغالة ومنتشرة ومستمرة فلا يجب انها يبقى نظر الدعوة ياخد الوقت ده النقطة التانية الواعي ان مش كل الناس عارفة اللي احنا بنقول ما احنا بنتكلم علشان كده بس حضرتك ترحت موضوع نييرة واحنا عندنا هنا معيار مزدود او معيارين مختلفين لنفس الزوية حد يصور نييرة وهي بتتقتل في الشارع ومحدش تتكلم عن الواقع دي ومحدش جرامه واتنشر الفيديو وكل شيء واحنا قاعدين نتكلم على الممرضات اللي صوروا واللي اتنين جريمتين والاتنين ينطبق عليهم القانون والاتنين بعيدا بقى هتقوليلي قصد جنائي تب ما فيش هنا قصد جنائي ولكن هو انتهاج قصصية وانتهاج حقيقة وده حصل مع الراجل اللي ضرب الست بتاعته يوم الجواز فهنا معيارك كصحفي هتبص الممرضة مجرمة واللي صور الواقع مش مجرم؟ اولا خلينا نستند اللي حكتين ايه اللي صور صح انت بتقولي انا عنشور؟ لا انا ما نشورش جريمة وبالمناسبة وسائل التواصل زي فيسبوك او غيره عندها قواعد انه القتل او العنف او الدم او النار او الانفجارات او غيره بيشنق ايه اللي عندك وجيت حضرت وكنت في الشارع ولقيت الجريمة دي وجيت وانت لك انا عندي انفراد جريمة قتل ده مش انفراد جريمة قتل انا برتكب انا كمان جريمة تمام لانه مش هدعوم فيه يعني فيه حد بيجيب حد بيدبح حد في الشارع فيه بتاع الاسماعيلية الاسماعيلية اللي كانو ااخد مفادرات انا صور حتى المتهمين بخطيها لا انا بسأل كل الاسئلة مش معنا انا هقوللي حضرت بالمناسبة تحقيقات النيابة استندت اللي انا قلته في الاول لكاميرات الشارع ايه وده دعوة عامة يعني يجب فعلا تطبيق قرار الهكومة ان الكاميرات بالمناسبة احنا بنسافر برا مافيش شبر مافيش كاميرات ومافيش حد بيصور حد ومافيش بيصوروا نفسهم بس فيه فيه نفس الازمات دي بتحصل بدرجات اقل فيه حاجات احنا متقطعين بس احنا بنتكلم انت بتكلم الباباراتسي تصوير طول عمره ديانة والجريمة بالمناسبة فيه افلام كتيرة جدا على موضوع التصوير ضربة شمس نور الشرير ايه وافلام كتيرة والصورة ايام الكاميرا يعني طول عمر التلصص موجود طول عمر اختراق القصوية بس هنا بقى تعالى بس زي مع مع السوشال ميديا ايه الحقيق انه احنا بنتكلم في قوانين وبنتكلم في قواعد وبتقولي انه يبقى فيه وعي يبقى فيه لا فيه ناس كيفة نميمة الانترنت ده هو الناس اللي في تشارك صحيح فيه ناس طيبة وناس كويسة وناس محترمة وناس متطفلة وناس بتوع نميمة وناس اشرار وناس حرامية وناس ناس صبيب وبينصوبوا عن ناس صحح والصحافة كمان بقى فيها فكرة النميمة كمان يا استاذ اكرر وبالتالي الصحافة حسابها سهل انا عندي ترخيص وعندي المجلس الاعلى الاعلام انا لا يمكن انا لا يمكن انشر صورة طبية سواء المتهم او مجني عليه ايوا حضرتك بس فيناس في الصحافة تجري وردها بالمناسبة مواسيط الشرف في الصحافة من زمان ايوا بس سواء اكررم انت بنفسك قلت من شوية ان حتى في الواقع الخير بتاعتنا يرى في بعض الصحافيين بعد الزملاء انا انا وجهت نظري انه يجب ان يكون هناك حساب انا ربما حتى في النشر الحساب المادي حضرتك بتقولي خمسين الف اللي هيدفع خمسين الف هتعوّر طبعاً ما لاش يتطبق دي باس حنت الغرماط اي النصة او موقع انا ما عرفش اذا كان في حد نشر هذا الفيديو مثلاً بتاع الواد والبنت لكن انا رأيي انه أسر هؤلاء البنت والواد لو رفعوا اداء ياخدوا تعود كيبر جداً من اي موقع رسمي نشط بس هنا احنا بنقعب في المشكلة لكن حضرتك بتقولي على الانفراض ايوا انا انا هنشر جريمة طب يكمل النقطة دي ممكن اكتب عن الجريمة ممكن اوصفها ممكن ارسمها بالمناسبة برا في قاعدة مفيش تصوير حتى بالمحاكم بتترسل ايو هو احنا او طبقنا ده بس المهم ايه نطبقه عموماً على الجميع لكن حضرتك ما انت في الاهراب انت كنت هتنشر هنشر جريمة في الشارع او واحد بيدرب واحد اماره او فرقابته انا كنت محرر خوادث بالظهر طيب الاسماء مفترض تبقى مساوية مع المتهمين كلهم ايه الناس يقولوا لا اما بحد مشهور بيبقى يقولك وعين مين 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 عمم بالمناسبة هو فلان على السوشال ميديا برده احنا انا مش بدين السوشال ميديا له ميزات كثيرة يعني موضوع زي نشر حاجة زي دي انا اعتقد انه في خلافات وممكن الناس تقول ماشي بعض الناس لكن انا موقوع الود والبنت ده تحديدا او الست اللي في بيتها او اللي كان او الدب على مركب سياحي في مدرسة وصوروا مشهد والمدرسات وقفتهم والبنت اتطلق في الاخر اللي كان بترقص يعني انت بتتكلم الود والبنت انت اي وعد اخلاق وقولك لا طب هما بيرتكبوا فعلي وبيئزوا الاخلاق بس انت وانت كمان بتكبت يعني دفع الضرر مقدم عن جلب المنفعة صحيح لانه دول اسرتها بصراحة يجب انا ارفع وقضاء على الناس دي اسرتها موقفها ايه هتعزل من المكان اهل الاهلاه ممكن يعملوا معها ايه وممكن يعملوا مع الود ايه صح يعني ممكن يبقى ممكن تعنفهم بس يعني انت لو شوفت حالة زي دي وانت راجل يعني هاخدهم في جنب حتى 18 سنة و19 سنة مازالت موجودة يا اساز اكرم مش مبرر ده ممكن يبقى بقى ليك موقف اخلاق ايه؟ القيم الاخلاقية اللي حدا بتتكلم فيها دي مازالت موجودة على الواقع ده انا شايفة ان 90% من الناس اللي بتتعامل في المواقع دي عايزة ترند وعايزة يبقى عندها ترافيك كبير وعايزة ان ايه ناس بياخدوا الفيديو ده ويعيدوا نشروا عشان يجيبوا مشاهدات صحيح بس انا مش عايزة اتعامل بعض الناس ولكن انا عاوزة اقول انه مش كل الناس ايه وعاوزة اقول انه طول عمر القوانين بتطلع مش عشان الميت مليون القوانين واحد في المية وواحد في الالف عشان الاستثناء اتنين في الالف زي اما بعض الناس والجريمة والحقومة احنا 140 مليون لو نسبة واحد في الالف واحد في العشر تلاف الاعدام ده مش طالع رضع للمية واربعة مليون فالنسبة لما تحسبيها هتلاقيها نفس النسبة العادية واحنا بنقول انه طب فيه ناس بتستنكر الموضوع الواج والبنط فيه ناس كتيرة جدا باستنكرتهم بالمناسبة النشراء كمان اكثر من الناس فيه ناس كتيرة موضوع نيره ده تم الحساب فيه وناس استنكرت بس ووسط الناس اللي بتستنكر ناس بتشاير بتستنكر وها بتشاير صحيح بتشهر ناس هي بدينها انا عايز وعي مش هتقدر توقفيهم بتأخذ الكلمة غلامة صحف كلام مهمة صحف انا متكلمتش كلامان جي جامد يعني انا عايز ارجع لنفس النقطة تاني بتاع الفيديو اللي اتنين فيديو فوقات نيره ثانيا في نقطة الصحافة كان عندنا نظرية كده بتقول ناقل الكفر ليس بكافر انا حد قال حاجة فانا بقول ان فلان قال حاجة انا مش مسؤول في الفيديوهات دي في واحد ارتكب الجريمة بس فيه الف بعدين مرتكب الجريمة ايه خدوا الفيديو الموسيق واعادوا نشروا مع تعليقات هنا دول بتبقى عليهم العقوبة قالوا العقوبة على الشخص الاول لا 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 عشير كمان انت انت في السوشيال ميديا تبقى للقانون بس كده هيتحبس كل الناس او هيتفعوا خمسين الف جنيه ايه انت لما بتشير حاجة ده معناه ان حضرتك متبنيها بتشيرها بقى وتقول كوك يا عيب يا ولاد ما تعملوش كده حضرتك متبنيها وزي ما قالوا استاذ اكرم لو اهل الولد والبنت واهل نييرة على فكرة عملوا بلاغات كتير انت ما بتسمعش الموضوع زي ما قلت يا بياخد وقت فالناس بتنسوا الترند بيقلب انما اهل نييرة عاملين البلاغات وشغالها على فكرة ففكرة ان حضرتك تشير اي حاجة انت مسؤول عنه عشان كده مثلا في جرائم الانترنت يجي ايه انا بس عايزة افرق ما بين حاجتين ما بين المواطنين العاديين اللي بتاخدهم الجلالة ويهيسوا مع الهيسة ويزيتوا مع الزيتة دول اول ما بتقولهم ان هيتم اتخاذ اجراءات قانونية بالمناسبة بيشيلوا مين بقى اللي بيبقى عنيد هو اللي عنده اغراض اغراض سياسية اغراض مش عارف ايه تنظيم ما ترند ما ضعيف ركب على الحتة دي وعايزها ما هو انت خد بالك الواقعة انت ممكن تبقى نواياك طيبة انما ييجي تنظيم ما يركب على الواقعة ويشتغل ده اللي بيشير ويخلي الناس بتقعد شير يعني فيه واحدة اخدنا ضدها حكم خمسين الف جنيه والغرامة والمفروض انها ست طلع على المعيش طلعت تاني يوم قالت و ايه يعني هدفعهم زكة عن عن صحيتي تجي بيهم من اين وانت ست طلع على المعيش غير انه حضرتك وراك تنظيم بيدفع لك الغرامات دي فهنا لازم نفرق ما بين الناس الردع بيتم للناس العادية عشان كده الكلام بتاع السوشيال ميديا ما تقدرش تتحكم فيها لا في اوروبا وامريكا بتحكمه فيه لانه زي ما قلنا لو في جريمة عنصرية الناس ما بيهزروش فيها لو في جريمة كراهية حديث او حوار حد على الكراهية ما بيهزروش فيها فالردع بيحصل للناس العديد ده محتاج حد يقدم بلاغ ومحتاج حد يتابع ومحتاج زي ما قلت حضرتك العدالة النجزة في الجزئية دي انه يبقى بنفس سرعة الانتشار بسرعة احنا اتكلمنا قبل كده على مباحث الانترنت وكان بيقعد البلاغ ينجي شهر دلوقتي البلاغ في مباحث الانترنت بيقعد من ثلاث يام لأسبوع مازال عندنا المشكلة في نية بلعامة مش مشكلة بمعنى ان هم اصحاب المشكلة بمعنى ان تراكم البلاغات بتقعد بستة شهر وفي الغالب بتتحفظ وبعد ما تتحفظ نعمل تظلم من قرار الحفز فكل دي اجراءات عشان كده انا برجو ان نائب العام يزود عدد او يعمل نيابات متخصصة في الموضوع ده لانه بالذات جرائم الانترنت هي جرائم من الخطورة لانها الشير والترند والكلام اللي احنا بيحشون كده بتعمل فضيحها قصية انا عندي واقعة تانية هي واقعة انسانية بصراحة وليها علاقة بناس بيفرقونا من الحياة وممكن كان من الوقاع اللي توقفنا قدامها هي واقعة الراحل الاستاذ مفيد فوزي اول من الناس صورت حد جيه صور فيديو بتاع مشهد دخول التابوت للقبر والتكسير ومش عارفة ايه وحصل جدل كبير جدا ما بين الناس بتشاير شماتة وما بين الناس بتشاير عب ما تقولوش كده وما بين واقعة لم تكن مفسرة ووراها اشياء كتيرة جدا استاذ اكر من ناحية الناس على السوشيال ميديا ومن ناحية الناس اللي اتكلمت على الموضوع في الصحافة وقالت ان الاستاذ الكبير ولم يكن ينبغي وكان ينبغي وبرضو شاركت بشكل او باخر حتى ولو كان سلبي انا ما شفتش في الصحافة قالت انه ما كانش من المفترض يكون في اي تناول الموضوع مواقع بالمناسبة ليست صحف مواقع صحفين طالما واخده ترخيص تبقى صحف بالزرط الحقيقة انه انا عد اكتاب اسمه السيبراني بيتحامل ده اللي هو شيمة اهل فيسبوك المبالغة المبالغة يا من فوق يا من ضحك يا بيطلعوا واحد السماء يا بنزلوه اقصى الجحيم وبعد ما يطلعوا بنزلوه نفس الشب اولا تفسيرات مش مزبوطة انه ده ما رضيش يدخل عشان كان بيشتم مش عارف ايه او كان بيش اه اه الناس قالت حاجات عجيبة حنا من الجهله والعتن فيه بالمناسبة فيه تاريخ الصحافة وقائع مثل هذا فيه فنان كبير كان فيه مرضه الاخير وفيه صحفي راح صوره فيه مرضه وده اديم ادانا بالغة ناشا للصور والدنيا اتقلب تعليم اديم ادانا بالغة لانه المجتمع زي ما احضر فيه الجزئين وبالمناسبة طول عمر المجتمع فيه النميمة وفيه اختراق الخصية وفيه التلصص حتى في التمثليات وفي الافلام وفي غيره ففكرة انه يبقى موجود صحفي يرتكب مثل هذه الجريمة ويصورها ففيه انتهاك نشر اولا اللي نشر غلطان وبعد كده حصل ادانة وحصل محاسبة وغيره فاحنا بنتكلم على اذا كان فيه صحف او مواقع نشرت وبعدين نشرت التفسير التأموري اللي هو نظام ده ما دخلش عشان كان بيش مش عارف فلان او يعمل فلان اللي هي ممكن يتقال لانه فيه طيار دلوقتي اللي هو اذا صديقه مات فيبقى اختبار او مرد يبقى اختبار اذا خصمه مرد يبقى انتقام اذا مات يبقى نفق اذا مات يبقى استشهد فالفكرة دي دي موجودة على مدى التاريخ ولكن فيه طيارات ربما يمينا او يسارة متطرفة فبتاخد هذا الامر طيب في جزء الصحافة لكن الصحافة طبعا اللي نشر وقال مثل هذه التفسيرات بالتأكيد وما يفتح الباب ليه جدل عقيم في الصحافة هل انت من انصار متابعة العزاءات يعني انا واحد من الناس كمواطن باستفز جدا لما يكون عندي حالة عزا وباضطر يعني كأن انا بعملها في السر بداي جدا لما حد يسجل معايا ما رأيك في المرحوم طبا انا في الصحافة من زمان وعارفين اولا هناك طوقع في مصر هي التي ابتدعت تصوير العزاءات بالفيديو وكانوا يجيبوا المقر ويشيروا على السوشيال ميديا النهاردة طبقة محدودة يعني لا طبقة كبيرة طبقة كبيرة لكن حتى الان في الصحافة لو واحد كتب قال يا جماعة العزاءات وممنوع المصورين او اي واحد صاحب العزاء او قريب او غيره ومنع المصورين او يوقفوا برا او كده ده بيحصل تغطية العزاء بقى مين راح ومنجي من حق طبعا صاحب او فرح او انه يمنع التصوير وده موجود في كل حد بس من حق الصحفي انا بالتزم اه لا من حق الصحفي ان يسعى ويروح المصور الصحفي زاملنا ويروح يصور ده على انها خجمة اخبارية فيها جزء اه لو شخصيات عامة ومشهورة بيبقى حريص انه يشوف مين اللي راح ومن اللي جاء هو خدمة اخبارية وخدمة ومع ذلك ومع ذلك انا شخصيا مع مع انه انه هذا التقليد الحياة ظهر قبل الانترنت وقبل المواقع الالكترونية وكانوا بتصورها فيديو وكانت حتى على اللي يحتفظ بيها عازة ومين جيه ومين راح وكانت بتتصور وكان بعضهم بيدفع فلوس احنا شوفنا حتى المواطنين العاديين اللي بيتعرضوا لقضايا او جرائمهم تتنشر فجأة وتنتشر على السوشال ميديا اللي بيحصل فعائلاتهم حاجة شبه كده بيمنعوا احيانا دخول الصعفيين والصحفين بيدادهم وعلى فكرة من حق اي حد انه يمنع في فرح في فرح في عازة حتى لو في مكان عام وانا عاوز في القاعة في فندق وده مكان عام انا من حق ان انا ما حدش يصور طبعا لكن انا عاوز اقول حاجة برضو عشان ندي كل حد حقه اولا الخصوصية على السوشيال ميديا او غيره يمكن للانسان احتفظ بخصوصياته طالبا مش هينشر صوره ولا صور ولاده ولا صور احداث وكما في ناس كتير جدا ينشر صور عربيته وفرحه وكذا والناس اللي مركزين معايا وعربات حرقته خصوصياتك ما تحتفظ به لنفسك صح هتطلع برا الخصوصية في ناس احداث نزلت على الانترنت تقصب عنهم كانوا مصورين ايه في حدثة شهيرة جدا وقضية كانت زوجين صوروا وجودهم في بيتهم وولادهم اتسرب من خلال حد وكانت قصة مشهورة جدا يمكن في محاول شهير استاذ ناصر امين عارف صحيح ودي اللي بتحذر منه استاذا نهاية طول الوقت كمان انت كده بتعرف نفسك ولادك من خطر يبقى انت اللي بدور نفسك يقولك لم اعطي الانترنت الحق في الحصول على معلومات معلوماتك اصلا متاحة انت بدخلتك وبنت عمتك كان في برنامج برا شهير جابوا الناس وقالوا انت بدخلتك كان بيتجاوز الاسبوع اللي فات وحضرت طهور وروحت مش عارف حقيقة فقالوا انت عرفت ازاي قالوا انا فتحت صفحتك في الانترنت والفريند والاقارب والفاميلي عرفت كل التفاصيل حيات بس فيه سؤال اخير فيه مشروع قانون متقدم مقدمه النائب احمد بهاق شالبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حمات الوطن ومعها اكتر من عشر اعضاء بيشمل تعديل لبعض احكام قانون العقوبات الهدف منه تغليزه عقوبة الاتداء على الحياة العامة من خلال التصوير دون اذن من الشخص في الاماكن انا اريته وارجو انه النائب والعشر نواب السادة الافاضر معاه بقوا ستين يرجعوه لانه تقييم القانوني انه ما يغلص العقوبة بالعكس بخفف العقوبة لانه العقوبة في القانون اللي هو مقدمه كانت كلها الحبس وفقت هو عامل الحبس والغرامة او ايا منهما ده معناه انه نزل من الحبس للغرامة فهو متخيل مع كل تقديري للمجهود يعني او حسب مقارية النص اللي جالي هو متخيل انه هو شدد العقوبة انا في تقديري انه هو فتح الاختيار للهيئة القضائية انها تختار الغرامة وزي ما هقول تاني في فرق بين الاشخاص العادية اللي الغرامة بتوجعهم والاشخاص المدعمة من اشخاص اخرين اللي لازم ده حبس بقا اه بالصف لو فيه غرامات مغلصة طبعا 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 زي ما كنا بنقول في الصحافة اه 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 مش لوحدها اكيد وراها اه اه لما كانش بقا عنده فعشان كيبا اقول الفرق بين الاشخاص واللي هم اللي وراهم تنظيمات تدعمهم صحيح وضحت احيانا لما حد الحبسة او الغرامة في رحمة اكتر منه تجديد صحيح احنا مشكوركم جدا شكرا مستاذ الهياد عبدالبصان شكرا مستاذ اكرم بصاص الكاتب الصحفي الكبير لكن اللي عايزين نقوله اللي احنا عملنا النهاردة توعية جماعة فيه قانون والقانون العقوبات فيه ما هيش قليلة ابدا فانتبهوا للتصوير والنشر عندكم جهات تقدروا تودلها الحاجات دي منعا لانتو تقعوا تحت المساءلة القانونية وخلصت حلقتنا خلاص وليس خافوا من القانون فقط ولكن احتراما للقيم والاخلاق ده الشيء مهم جدا وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك وهذه كانت ناية حلقتنا عندنا بكرة حلقة مهمة جدا عن الراحل الدكتور رحمة خالي التوفيق هتبقى فيها وجهات ناظر مختلفة وقراءة مختلفة مع وضد لهذا الكاتب الذي يؤثر فيه اكتر من جيل حلقة ما تفوتكوش بكرة مصر بخير توم منتو بخير تسبوع على خير